احتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار مساء أمس بالذكرة التاسعة لتأسيس مسرح البحرين الوطني واستضافت خشبة المسرح حرض البالي الشهير الأميرة النائمة من تقديم مسرح ليونيد باكويسون للبالي من أكاديمية سانت بيترسبورغ ويأتي هذا المعرض العالمي إلى المسرح في ظل انتعاش للحراك الثقافي وقد شاهد الجمهور العرض مباشرة من بعد أكثر من عام من التوقف بسبب الجائحة العالمية وبهذه المناسبة قالت معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار نحتف اليوم بذكرى تأسيس مسرح البحرين الوطني التاسعة هذا الحلم الذي تحقق حين كانت المنامة عاصمة للثقافة العربية تشسيدا لاستدامة الحراك الثقافي عبر بنية تحتية تعمل على تطويره والارتقاء به وأكدت معاليها أن المسرح سيواصل حضوره كأحد ركائز العمل الثقافي في البحرين وسيستمر باستقطاب العروض والفنون العالمية واستضافة الأحداث الثقافية الهامة ليروج بذلك لمكانة المملكة كمركز للعمل الثقافي في المنطقة في البداية لا بد أن أجدد شكرنا وخالص تقديرنا وعميق امتناننا لجلالة الملك المفدى لأجمل هدية قدمها للثقافة هذا المسرح الوطني الذي نعتز به ونفخر ونؤكد دائما أن الثقافة رافعة التنمية المستدامة نستقبل اليوم الزوار كما عهدنا ربما حالة الجائحة دون هذا التواجد الجميل ودون هذا الحضور اليوم يعود الفرح وتعود الأمسيات الجميلة لمسرح البحرين الوطني